بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدان يا سادة احنا في الفترة اخيرة بدأنا عام دراس جديد وبدأت تظهر مجموعة من الظواهر كده ألاقيتني ألاقيتنا جدا 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 اي حد مهتم بالمجتمع وما حدش يستغرب ان احنا وبنتكلم في برنامج ديني بنتكلم عن هذه الظواهر احنا بنقول ان العالم اذا ما كانش باحث اجتماعي وما كانش مهتم بالمجتمع مش من حقه يتكلم في الشرع الشريف لان في الحقيقة هموم المجتمع هي هموم في صلب عمل العالم ليه طيب؟ لان الله سبحانه وتعالى يقول قل ان صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين فاللي احنا شفنا من الظواهر في الفترة الاخيرة خلتنا لازم نتكلم عن التعليم لازم نتكلم عن التعليم لان فيه حاجة مهمة جدا لازم نعرف ان ظاهرة بزنست التعليم يعني ايه بزنست التعليم؟ ان التعليم تحول الى بيزنس بيزنس يعني ايه؟ كل تفكيرنا في التعليم هو ان احنا لما نتعلم عن اخرج ازاي ونحصل ايه على فلوس في السوق والتعليم نفسه كل اللي بيشغل الاهالي هو تكلفة التعليم لكن التعليم مسألة اوسع من كده بكتير التعليم يا سادة ركن حياة الانسان او الله التعليم ده احد اهم عناصر تعريف هوية الانسان تخيلوا ان الله سبحانه وتعالى لما اراد انه يظهر قيمة الانسان لمخلوق من اعز مخلوقاته هو الملائكة عرف الانسان بالتعليم فربنا سبحانه وتعالى لما عرض سيدنا ادم على الملائكة وقدموا استفسارهم هم كانوا بطلبين استفسار قالوا اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون وبعدين وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة يعني اين لحصل يبقى جزء التميز للانسان وجزء الركن الانسانية هو العلم والتعليم لذلك الانسان العالم العابد عند العلماء افضل من الملائكة بمقتضى هذه الاية يبقى فيه مجموعة زواهر احنا شفناها في الفترة اللي فاتت في بداية رجوع الدراسة كانت غريبة شوية وعشان كده قررنا ان احنا نتكلم عن مسألة التعليم من الجوانب الاهم بالنسبان عشان نوضح ونعالج بعض الامور اللي احنا لازم نوقف عندها بعضنا شاف صورة لعبارة بتقول اني قلم الدراسة لحظة وتنتهي لكن اهماله قلم يستمر مدى الحياة العبارة دي في الحقيقة عبارة مفزعة وما ينفعش تمر مرور الكرام كده لان احنا مش ممكن يكون عندنا التعليم ألم وعب بنتمنى انه ينتهي يا سادة احنا التعليم ذاتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان العلماء ورسة الانبياء يبقى التعليم يا سادة قيمة تعالوا نتفق التعليم ليس حالة التعليم قيمة ما معنى ان التعليم قيمة؟ قيمة يعني بنعيش بيها والقيمة في حياتنا مش بتكون مؤقتة وبتنتهي القيمة عندنا موجودة عشان نعيش بيها طول حياتنا بالعكس اقول لكم حاجة حياتنا بيبقى لها قيمة لما منعيش بالقيم وعشان كده دايما بنعيش العبارة بتاعتنا ما لا قيمة له لا قيمة له وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اهمية العلم وطلب فحسنا على ده فيها حديث كثيرة امرنا بالتعليم في كل احوالنا وعلمنا ان الملائكة تضعوا اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع والعلماء ورسة الانبياء وامرنا ان طول الوقت ان احنا نمشي ونطلب العلم لان العلم قيمة وعشان كده حضرته صلى الله عليه وسلم كمان علمنا ان الحيتان في البحر لا تستغفر لطالب العلم وعلمنا حاجة مهمة جدا شوف حضرتك ايه اقصى حاجة احنا بنحبها الشهادة فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما اخرج الامام النسائي في سننة من حديث ابيه هريرة ان من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع ايه ده ولذلك العلماء بيقولوا وهم بيتكلموا في مصرف الزكاة فيقولوا في سبيل الله قالوا ده وتنفع للجندي وكمان للمشتغلين بالعلم ليه لان ده بيحرف بيحفظ الحدود وبيحقق الامن وده بيحقق الايمان ايه ده وكأن الاتنين الاتنين بيسهلوا سبيل الله سبحانه وتعالى وبيسهلوا الطريق الى الله يبقى كل الحديث دي بتقول لو نظرنا فيها بنعرف ان الحدد النبي صلى الله عليه وسلم بيكرس ان التعليم قيمة تعالوا نقول كده ان التعليم قيمة فما ينفعش ان يكون الكلام ان احنا بنصبر على الالم وهو ألم وهنتهي التعليم ليس عبئا التعليم جزء من هويتنا وجزء من فطراتنا بما ان الله سبحانه وتعالى علم آدم يبقى هذا تسلسل في فطرة الانسان فجزء من فطرة الانسان هو التعليم والعلم اذا يبقى هذا الشرف اللي عندنا ما ينفعش نعبر عنه على انه ألم طب ليه لان الشخص اللي هو كتب العبارة دي او عرض العبارة دي عايز يوصل الناس ان التعليم ماذا ان التعليم مجرد مجرد ايه ان التعليم مجرد وسيلة بنكتسب بها ما حصلش والله التعليم صحيح بيساعدنا على الاكتساب لكن التعليم بيساعدنا على الانسانية ولذلك الامام بخاري يبقى وبباب يقول باب العلم قبل القول والعمل يبقى احنا لازم نتعلم الاول قبل ما نعمل اي حاجة ولذلك العالم الواحد اشد على الشيطان من الف عابد ليه لانه فاهم وربنا سبحانه وتعالى جعل خروج الطالب في طلب العلم في منزلة الخروج في سبيل الله وكل ده لازم نعرف ان التعليم اصبح قيمة عندنا حاجة تانية لازم نتكلم عنها ان الله سبحانه وتعالى مرتبة الخشة من الله بتخلي الانسان يعيش في جنة العالم يعيش في جنة ليه؟ انما يخشى الله من عباده العلماء ولمن خاف مقام ربه جنتان يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات يبقى دولة يحصل لهم ايه؟ دولة يعيشوا في جنة فلو عايز تتحقق بخشة الله والعبودية لازم تكون من اهل العلم عشان تبقى عبد في الحقيقة الامر التاني كنت فاكر ان الشباب اللي في الجامعة او تخرج هما دول اللي حاسين بضغط لكن في جنة حاجة مش مريحان او الله ان فيه اهالي بتقول ان اولادهم دلوقتي اللي هما لسه في ابتدائي وفاكرين ان انت ضغطت سنة اربعة ابتدائي مضوطين وده مش كويس لكن بعض الاهالي فاهمين ان ده كويس عشان بيربوا اولادهم على المسئولية وان العلم ده عبء عليهم فلازم يقوموا يركونوا رجالوا وقد المسئولية خلينا اقولكم حاجة مهمة قوي تكريس ان العلم ان العلم ده عبء وان الانسان بيحصل على المسئولية وبيكون راجل لما يتحوق لما يشيل اعباء ده اللي مخلي الناس نخة دلوقتي علموا الناس ان العلم ده ده شرف علموا الناس ان هما مش مضوطين هما بيتمرنوا على ان تتسع افقهم يعني الضغط اللي على الاولاد والصعوبة اللي على الاولاد دي هي صعوبة الانسان لما بيتعمله زي ما بيعبره كده stretch mind لما زهنيته بتتوسع وبيتتسع العلم مش اللي فيه من التحمل ده عشان احنا بنتغير بنتطور واكسر حاجة ممكن تحسها ان انت لما بتوسع حاجة بتحس بشوية صعوبة بس دي صعوبة لانك انت بينفتح افاقك العلم يا سادة مش جاي بس احنا هي دي مشكلتنا ان احنا العلم اقول لكم ايه المشكلة فيه متلازمة كده احنا بنعلم الاولاد عشان يأكل لهم تلعيش ولهم تلعيش مر يبقى ايه اللي حاصل يبقى العلم مر ما تعملوش الرابطة دي في التعليم مع بين الاولاد لكن اقولوا للاولاد ان العلم ده بيخليك تشوف الحاجة بصورة مختلفة في الحياة اقولوا للاولادكم ان العلم ده بيخليكم تحسوا ان انتوا بناء دمين رقيين ان العلم ده بيخرجكم من ضغ تصوراتكم السازجة الى تصورات حقيقة يبقى لازم نفى من العلم ده الانسان لما الانسان يعرف ان هو عنده علم لابد ان هو يعيش به يبقى الاسة دي لازم نفهمها كمان العلم يا سادة لازم نعرف الناس ان العلم بيخلي الحياة اجود والتعليم قيمة محفوفة بقيم تانية زي الرحمة والاحسان والرفق واللين والصبر فلازم كل ده بيشارك في عملية التعليم ما ينفعش بعملية التعليم دي بنحاول بقدر الامكان ان احنا نخليها صعبة وبتدايق الاولاد وبنعيش فيها في ازمة والاولاد يضغطوا انا مش عارف كل هذا الضغط عشان احنا بندوق حلاوة ان ربنا سبحانه تعالى بيدينا مدد ده اكتر حاجة الواحد بيحس فيها بمدد ربنا والتعليم احنا محفظين نخير الكلام ده اقول لكم حاجة انا الحقيقة يعني من اهم الحاجات اللي خليتنا عملت الحلقة دي هو هي علاقتنا احنا علاقتنا احنا كبناء دمين قبل المعلمين وقبل المسؤولين عن وضع مناهي التعليم احنا المتعلمين الاولاد المتعلمين ده ينفع الاباء الاباء لسه لازم يتعلموا يفضلوا يتعلموا اللي في سنة أولى جواز لازم يتعلم اذا جالوا ابن لازم يتعلم ازاي يتعامل مع ابنه احنا لازم كلنا نفضل المتعلمين عارفين مشكلتنا ايه انا مشكلتنا في اي تغيير في التعليم عندنا اعتواجهنا ايه ان احنا موقفنا احنا إحنا الشعب إحنا الناس موقفنا من التعليم لازم يتغير إحنا عندنا مشكلة سورتنا عن نفسنا إن إحنا بنفهم في كل حاجة الفهلاوة وقفة أصابنا عشان نخلي التعليم ده بيعمل لنا قيمة إضافية إحنا فاهمين إن أولادنا لو أزكية يبقى مو مش محتاجين للتعليم ده إحنا فاهمين إن التعليم ده لو هو هياخد وقت كبير من أولادنا فإحنا بنضيع الوقت دوت فاهمين إن التعليم لفلوس اللي إحنا بندفعها ده أنت بتدفع فلوس عشان تعلم أولادك لو بتدفع فلوس فأنت بتدفع فلوس عشان أولادك في الحقيقة تتسع حياتهم لأن في لحظة ما الإبن ده بيفقد التعليم بيضيع يا سادة إحنا لازم نتكلم عن جودة التعليم إن إحنا نخلي التعليم جزء من إنسانيتنا فما ينفعش إن إحنا نعلّف الأولاد هو ما بيتعلمه ما ينفعش إن إحنا نضغط الأولاد وهما بيتعلمه ما ينفعش إن إحنا نقول كلام سلبي عن التعليم كل ده لازم يتغير جوانا إحنا مش هي دي التعاون مع التعليم ققيمة لازم نتعامل مع التعليم ققيمة ولا التربية اللي عاوزين نعلمها لأولادنا تساعدنا على ده لازم نحافظ على اتزان الطالب النفسي وسلامته البدنية من أهم أولويات القائمين على التعليم والتنشئ لابد إن إحنا نضع أنوان كبير وإحنا نتكلم عن التعليم زي ما العلم قبل القول والعمل والوعي قبل السعي لازم نقول أن الإنسان هو أفضل بنيان الإنسان أفضل بنيان يعني بناء الإنسان ده أهم حاجة ممكن نعملها في حياته وما فيه شيء يعلم الطالب بحق مثل الصدق لو صدق المعلم وصدق المتعلم أنه يوصل لأحسن مرتبة وأحسن جودة للعلم عدم الأتمام بالتعليم وتوصيل صورة غير صحية عن التعليم كقيمة ممكن يدخلنا تحت الوعيد اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وضحهن كفى بالمرء اسماً أن يضيع من يعول لما ربنا قال في كتابه العزيز قولها ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون علمنا أن العلم ده والدرجة عند الله سبحانه وتعالى مش بس المقصود العلم والمعرفة وإنما يشمل كل الرؤية الصحية الصحيحة والرؤية السليمة للإنسان في التعليم لازم نسعى سعي دائم في التعلم عشان ده فعل الأنبياء وربنا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو بدا في قوله تعالى وقل رب زدني علما تعالوا نقول شوية إجراءات عنقول ثلاث إجراءات كده مهمة جداً جداً لابد أن احنا ننشئ في بيوتنا حاجة اسمها التعليم التفاعلي في البيت أن نخلي أولادنا طول الوقت بيجوا يقولوننا حاجات جديدة تتعلموها في المدرسة يقولوننا احنا يا أباء ويا أمهات اللي انتوا نسيتوا كل اللي تعلمتوا في المدارس كلموا مع أولادكم وخلوهم يشرحوا لكم بدل ما هم حاسين ان التعليم ده شيء عبق ومش ممكن نعمله عدوا نص ساعة مع أولادكم خليهم يشرحوا لكم اللي أخدوه في المدرسة واتكلموا عنه وإزاي ده يتحول إلى حاجة فعالة في حياتنا حتى لو كان الكلام ده في الاستاتيكة حتى لو كان الكلام ده في أي حاجة حتى لو كان الكلام ده في التاريخ حتى لو كان الكلام ده في الجغرافيا خلوا أولادكم يتكلموا عن العلم الفخر يبقوا صغيرين كده والعلم عندهم حاجة مفتخرة حاجة تانية المهمة جمعاً اللي احنا لازم نعملها لازم الأباء والأمهات يستمروا في التعليم لازم احنا كأباء وأمهات نستمر في التعليم الأمر التالت والمهم لازم نبطل انتقاد فكرة التعليم هما بيعملوا كده معاكم ليه؟ بيشاريكم كل الكتب دي ليه؟ أنا فاهم من الإجراءات دي إجراءات قد لا تكون مناسبة كلموا أولادكم عن التعليم الققيمة والحاجات السلبية دي نبقى نتكلم عنها ونحلها لكن لازم تتكلموا مع أولادكم بكلام إيجابي عن التعليم حاجة الأخيرة اللي أنا شايف إن احنا مهم إن احنا نعملها إن احنا لازم نعمل حوار في البيت لازم نعمل ندوة ما أحدش يقول لي الكلام ده هو كلام مثالي يا سادة إحنا دلوقتي عايزين سؤال إحنا عايزين نغير علاقتنا بالتعليم ولا لا؟ ليه نتكلم عن التعليم بسخرية؟ ليه ما تحاولش التعليم ده إلى ما إيه ده نجتمع عليها؟ أولادنا يتكلموا عن العلم وإحنا كمان نتكلم عن العلم لو ما ده ما حصلش أنا ما أظنش إن أي حاجة احنا هحاول نعملها في تغيير حياتنا هتفيد أولادنا بيطلعوا في تخصصات مهمة تخصصات حساسة زي الهندسة وزي الطب وزي حاجات كتيرة وإحنا محتاجينهم يكونوا أكثر ثقافة وأكثر مهنية إحنا محتاجين المعلم يبقى معلم بحق إحنا محتاجين كمان إن الناس ما يتحولوش كلهم إلى ناس بيبحثوا عن السبوبة لكن بيبحثوا بشكل واضح عن إن الإنسان يبقى عنده قيمة لإنه إنسان عالي الجودة نحن نطلب بالتعليم إنسان عالي الجودة إنسان مثقف إنسان واعي إنسان محب للحياة إنسان قادر على التغيير إنسان أيضا قيمة إضافية لأسرته لنفسه لأسرته لمجتمعه لبلده يا رب يجعل التعليم قيمة في حياتنا يغير حياتنا ويجعل حياتنا أكثر نورة وأكثر بركة وأكثر وصلا بحضرة النبي وأكثر وصلا بالله سبحانه وتعالى اجعل التعليم بابنا للدخول عليك يا عليم يا حفيظ يا كريم يا رب العالمين